السلام عليكم عاملين يا شباب يارب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي فيديو بيتكلم عن زمن الماضي البسيط هنلاقي ناس هتقول لي ايه ده مستر احنا مش خدنا الماضي البسيط اه احنا خدنا الماضي البسيط وعرفنا ان الماضي البسيط بنستخدمه احنا متكلم عن حاجة حصلت في الماضي حاجة حصلت وخلصت يعني ما اقول ايه مثلا اي بلايد فوتبول يستردي اي يعني انا وبلايد يعني لعبت فوتبول قرط القدم يستردي يعني امبارح طيب جميل ايه هنا اللي حصل خدت الفعل اللي هو بلاي وحطيت اخره اي جي فبقى بلايد بلاي يلعب اما بلايد يعني لعب خلاص شنان انا بقول يستردي يستردي يعني امبارح يبقى انا بتكلم عن حاجة حصلت في الماضي امس لو امبارح ده ماضي يبقى اي بلايد فوتبول يستردي انا لعبت قرط القدم امبارح ما يفعش اقول اي بلاي لا اقول اي بلايد طيب اخدنا نوعين من الافعال في افعال منتظمة وافعال غير منتظمة الافعال المنتظمة هي الافعال اللي بحط لها جي او اي جي او اي اي جي في آخر المصدر بتاع الفاعل علشان أحوله الإيه للماضي طيب عايزك الأول قبل ما نكمل تكتب لي في تعليق جملة اللي هي بتقول أنا شاهدت التلفزيون الأسبوع الماضي تمام؟ حولها الجملة بالإنجليش اكتب هالي في تعليق أو بعد هالي في ميسج أنا شاهدت التلفزيون الأسبوع الماضي تمام؟ هبسط لك برضو الموضوع كلمة الماضي أو اللي فات يعني last ده يعني كنوع من التدريب عايزك تتدرب كده تعمل لي جملة لوحدك طيب هنا بقى هو عايز إيه؟ هو هنا بيتكلم عن الأفعال الغير منتظمة اللي هي regular verbs هي الأفعال الغير منتظمة هي الأفعال اللي ما بيتحط لهاش ولا جي ولا إي جي ولا آي إي جي أما الإيه أنا لازم أحفظ الماضي بتاعها لازم أحفظه إزاي؟ مثلا فعلي زي C C يعني يرى الماضي بتاعه إيه؟ من فاش أقول CED لأ أقول إيه SO طب SO ده جي منين؟ هو بيتحفظ تمام؟ يبقى C اللي هو يرى الماضي بتاعه SO يعني رأى خلاص GO يذهب الماضي بتاعه WENT يعني ذهبة طيب أعمل إيه بقى يا مستر علشان أعرف أحفظهم دول شكلهم كتير قوي هنقسمهم يا شباب يعني مثلا كل يوم نعود نحفظ مثلا خمس أفعال نحفظهم كويس نكتب كل فعل والماضي بتاعه جنبه مثلا فعل إزاي WAKE WAKE يعني يستيقظ يصحى الماضي بتاعه WALK يعني استيقظ يبقى WAKE WALK تمام؟ أول إيه مثلا I WALK UP EARLY THIS MORNING يعني أنا WALK UP استيقظ مبكرا THIS MORNING هذا الصباح يبقى أنا صحيح تبدلي النهاردة الصبح تمام؟ يبقى الأفعال الغير منتظمة أعمل فيها إيه أمسك مثلا للفعل ده أكتبه واكتب جنبه الماضي أكتبه واكتب جنبه الماضي وأنزل بالكتابة دي مثلا 3-4-5 مرات لغاية لما لقي نفسي حفظتها أعمل كده في خمس أفعال دي مثلا هنا 1-2-3-4-5 أعمل الخمسة دول ألاقي نفسي حفظتهم خلاص تاني يوم بكرة أرجع عليهم لقيت نفسي حفظتهم أخذ خمسة تانين وهكذا لغاية لما يتحفظوا طيب أنا هعمل لكم إيه دلوقتي؟ هنقرأ الأفعال المضارع أو الانفينيتف المصدر والماضي بتاعهم تمام؟ علشان لما تيجوا تحفظوهم تبقوا عارفين تنطقوهم كويس يلا بينا يلا بينا wake walk hear heard hear heard be اللي هو verb to be يعني يكون الماضي بتاعه was were was were leave left leave left read 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 ناخد بالنا هنا الـ spelling هو هو بس الـ pronunciation النطق مختلف read read run ran run ran ran say said say said teach taught teach taught taught write w هنا silent wrote write wrote make made made make made win won won win won throw 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 اما اقول ايه مثلا she هي through the ball she through the ball هي حدفت القرى fly flew fly flew give give gave 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 take talk take talk بعد كده cut cut هي هي cut cut come came come came break 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 broke اما اقول ايه مثلا he broke the vase he broke the vase يعني هو كسر الفازة bring brought bring brought buy bought buy bought bought do did do did اما اقول ايه مثلا we did the homework we did the homework يعني احنا عملنا الواقب draw drew draw drew drink drank drink drank drank eat ate eat eat ate feel felt feel felt find found find found found have had have have had لما اقول ايه مثلا i had breakfast at eight o'clock i had breakfast يعني انا تناولت breakfast الفطار الساعة تمانية at eight o'clock have هنا بمعنى يملك او يتناول زي ما اخدنا قبل كده على حسب هي هتشيجي مع ايه لو جات مع اكلي يبقى يتناول او ممكن تيجي بمعنى يملك اما اقول ايه مثلا last year السنة الماضية i had a car انا كان عندي او كنت املك سيارة يبقى على حسب هي هتشيجي في انهي جملة keep kept keep kept forget forget forgot forget forgot forget ينسى forgot نسى no k silent new no new no new زي ما قلنا ناخد خمس كلمات نحفظهم تاني يوم ناخد خمس كلمات ونحفظهم بس ناخد بالنا من حاجة ان احنا لازم نسمعهم لنفسنا كذا مرة نعمل ايه نسمعهم لنفسنا تعالوا نشوف دلوقتي هنا عندنا شوية اسئلة عن الافعال الغير منتظمة اللي احنا خدناهم هنا مثلا عندنا الافعال دول انا مش هحلهم معاكم عايزكم تحلهم لوحدكم هنا شايف الفعل مثلا زي c c اللي هو يراه الماضي بتاعه اللي هو so هتكتبوا جنبه تمام عايزكم تحلهم لوحدكم لو في حاجة وقفت معاكم بعتوها لي في comment او ابعتوها لي في message هدخل بقى دلوقتي على الجمل دي ايه هو هنا المطلوب انه هناخد الفعل اللي بين الاقواص ده نحوله في الماضي برده تمام عشان تبقى الجملة كده مظبوطة هنا بيقول i انا بعد كده النقط هو عايز الفعل c بس في الماضي انا c اللي هو يراه a great movie movie يعني فيلم movie يعني فيلم great يعني عظيم last night night يعني الليلة وlast الماضية يبقى last night الليلة الماضية الليلة اللي فاتت يعني طيب طيب الليلة اللي فاتت يعني في الماضي يبقى انا المفروض اعمل ايه بدل ما اقول ارى هو هنا c مدارعه بدل ما اقول ارى عايز اقول ايه انا رأيت لانه هو في الماضي ايه ايه ميك ميك ده برده في المضارع الماضي بتاعه ايه الماضي بتاع ميك ميد يعني هنا بدل ما انا اصنع انا صنعت او انا عملت اكيك ترطاية بطوة ولكن ايوز انا استخدمت يوز دي الماضي بتاع يوز salt ملح instead of كلمة instead of ماناها بدلا من instead of بدلا من sugar يا نهى ربي يض استخدم الملح بدل السكر it tasted كان طعمها horrible horrible يعني فضيع اكيد احط ملح بدل السكر i had my swimming test test يعني اختبار swimming سباحة كان عندي اختبار السباحة yesterday مبارح ايه هنا سوم الموجي بتاع السويم بسرعة سوام برضو عليكم ايه سوام 50 متر يعني انا عمت 50 متر ايه نقاط ايت ايت الهو يأكل الموجي بتاعه ايت الموجي بتاع الفعل ايت ايه تو موش كانجي اللي هي حلويات كانجي يعني حلو و too much يعني كتير قوي I felt sick sick يعني مريض أنا شعرت بالمرض أو التعب خد بالك felt هنا الموجي بتاع feel feel اللي هو يشعر الموجي بتاعه felt يعني شعرت I not go الموجي بتاع go برافا عليكم went I went to the beach إلى الشاطئ last year العام الماضي أو السنة الماضية last يعني الماضي أو اللي فات it was fun الموضوع كان ممتع we all all يعني جميعنا كلنا احنا كلنا sing sing يعني يغني الموجي بتاع sing sang we all sang احنا كلنا غنينا a song يعني أغنية in class في الفصل yesterday yesterday يعني أمس يبقى yesterday يعني أمس طبعا دي بتستخدم في الماضي it was raining الدنيا كانت بتمتر rain يعني تمتر when عندما I I هنا go الماضي بتاع go went when I went to school I get wet wet يعني مبلل يعني عايزة يقول أنا تبليت طبعا دنيا كانت بتشتي الماضي بتاع get got يبقى I got wet أنا تبليت I A B خد بالك بقى B اللي هو verb to be verb to be اللي هو am و is و are ده اللي هو يكون بس ده في المضارع طب إيه الماضي بتاع آآ am و is و are was or were was or were طيب هو هنا عايز وهنا عندي I ياخد was ولا were ما لازم عارف جي بتيجي مع مين وجي بتيجي مع مين was بتيجي مع I وهي والشي و it طب were بتيجي مع you و we with they تمام I بقى هي I تيجي مع مين تيجي مع was يبقى I was يعني أنا كنت very tired tired يعني مرهق last night الليلة الماضية I ايه to bed هنا go عايز الماضي بتاعها ايه الماضي بتاع go حسبكم تفكروا شوي to bed إلى السرير يعني عايز يقول أنا ذهبت إلى السرير at 8 o'clock ساعة 8 ايه بقى الماضي بتاع go برافو عليكم went يبقى I went to bed أنا رحت للسرير ساعة 8 هنقف لغاية هنا وإن شاء الله ندخل على الدرس اللي بعده في الفيديو اللي جاي وأتمنى تكونوا استفدت وستمتعتوا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل شير مع زميلك وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي وسلام اشتركوا في القناة